اشتركوا في القناة قانون بتعديل المدى الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 2006 بانشاء صندوق العمل واحالته الى مجلس الشورى كما تم استعراض مقترحين بقانونين ابرزهما الاقتراح بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون واحالته الى الحكومة كما وفق المجلس في ذات الجلسة على خمسة اقتراحات برغبة ورفعها الى الحكومة الموقرة اليوم المجلس ناقش موضوع جدا مهم مقترح او مشروع قانون غرفة المنازعات التجارية الاختراح اللي تم ناقشته اليوم جاء بصيغة تشريعية تقيقة القانون وضع من اجل تقدير القاضي في حاله قياس الامر كلا على حدة اليوم اذا نتكلم عن نزاهة قضاء لا بد ان نتكلم بشفافية ان القضاء البحرين اليوم يصير نحو تطوير وتحسين الاداء القضائي في مملكة البحرين تم عرض تقرير اللي هو لجنة الخدمات الخاص بعمل تمكين من خلال تعديل المواد سبع وثمانية وتسعة وتم تعديل هذه المواد لصالح المواطن البحريني بحيث انه يعمل في الشركات الاجنبية مع تمكين من تمكين لمدة خمس سنوات وكذلك يعني صار هنا تقيير في هذه المواد لصالح المواطن البحريني كذلك تم مناقشة مشروع اخر ومرتبط بتوظيف العاطلين على العمل في القطاع الصحي نذكر بان هناك الكثير من العاطلين اللي بحاجة الى تمكينهم ودخولهم القطاع الصحي في مملكة البحرين نكون في القطاع العامة والقطاع الخاص وانا اعتقد اليوم الحكومة تقوم بدور كبير اعتقد الملاحظات اليوم اللي قالوها النواب مفيدة وجيدة جدا اعتقد اليوم احنا علينا ان احنا نتوافق اكثر مع السلطة التنفيذية في هذا المجال